اهتمام القيادة الرشيدة ومتابعتها للملف الإسكاني انعكس إجابا على وقع الحركة الإسكانية في مملكة البحرين التي تشهد تطورا ملحوظا بحسب التقرير السنوي لعام 2015 وزارة الإسكان سعت جاهدة لتنفيذ توجيهات الملكية السامية ببناء 40 ألف وحدة سكنية وتقليص قوائم الانتظار إضافة إلى تطوير السياسات الإسكانية مشاريع مدن البحرين الجديدة هي الركيزة الأساسية لرؤية وزارة الإسكان لبناء 25 ألف وحدة سكنية والتي حددها برنامج عمل الحكومة فمن يرصد حيثيات الملف الإسكاني خلال السنوات الأخيرة سيلاحظ بأن هذا الملف بالتحديد حظي باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة من خلال التوجيهات الملكية السامية ببناء 40 وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة من جهة وأن سرعة توتيرة العمل في تنفيذ هذا التوجه أصبحت تخطو بخطوات سريعة ليس في بناء الوحدات فحسب وإنما في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين وتطوير السياسات الإسكانية من جهة أخرى وزارة الإسكان تقوم بتنفيذ خمس مدن في آن واحد وهذا بحث ذاته حجم كبير إذا قررنا بعدد المشاريع وبكلفة المشاريع وعدد الوحدات السكنية المأمولة إنجازها خلال الأربع سنوات القادمة والتي تقع من ضمن برنامج عمال حكومة أعلننا العام الماضي عن توزيع وتخصيص أكثر من 6000 وحدة سكنية وخصصنا عام 2015 وفي الحقيقة الآن ما تبقى من هذا العام إن شاء الله راح يتم استدعاء المواطنين لتسليم وتخصيص ما تبقى من هذه 6000 وحدة سكنية وفي سياق جهودها لتنفيذ المحاول الإسكانية الأخرى في البرنامج فقد أشارت الوزارة إلى أنها استطاعت أن تقطع شوطا طويلا في محور تطوير السياسات الإسكانية عبر إطلاقها للعديد من المبادرات الإسكانية لعل من أبرزها إطلاق أول مشروع شراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي إضافة إلى إقرار وزارة الإسكان للمعايير الإسكانية الجديدة في أكتوبر الماضي بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وهي المعايير التي لبت نسبة كبيرة من تطلعات المواطنين طبعا لنزال نعمل بأقصى طاقتنا في المدن هناك إنجاز كبير وملحوظ في المدينة الشمالية وأيضا هناك إنجاز كبير وملحوظ في مدينة شرق الحد أيضا هناك إنجاز في أسكان المحافظة الجنوبية ونأمل إن شاء الله أن يتم البدء في تنفيذ أول 1221 السكنية في مشروع الرملي الإسكاني مع بناية العام القادم بداية 2016 ويبقى إن شاء الله أمامنا مشروع مدينة شرق سترة مؤمن إن شاء الله أن نستكمل كل التصاميم ومخطط أن نطرح مناقصة أيضا بحد أقصى من تصف العام القادم طبعا توفرت المخصصات المالية لدعلك وزارة الإسكان تسعى جهيدة إلى تسريع وطيلة تنفيذ الطلبات الإسكانية وتقليص قوائم الانتظار خلال النصف الأول من عام 2016 والعمل على الانتهاء من عدد من المشاريع الإسكانية في جميع محافظات المملكة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرية